للا بحرين وموجود الكوتش محمد المكشف هكا ولا كوتش هاي اخويا اسلام مرحلة بيك سياه ان شاء الله رمضان لكم مبروك وان شاء الله رمضان مبروك لكل مستمعين ان شاء الله عايشك سنين دائما تحيا لك شنين الامور في بحرين سمعنا ظهر لي نسل كل اللي بديت تعود لتونس من دول الخريجي كان الجريتنا التونسية رياضية وغير رياضية في البحرين ظهر لي مجلته عالقين تستنووا في الاجلاء متاعكم من العودة لتونس صحيح اسلام كما قلت انت معنا احنا عام جاليا في تونس مختلفة في الشغل المتاحة فما في ميدان الرياضة وفما في ميدان اخرين اكيد لكن الحقيقة اللي كما قلت انت تشوف معنات اليوم انت اللي البلدان والجوار انت عنا الكل اللي موجودين تقريبا الكل قاعدين يروحوا مش تقريبا الكل قاعدين يروحوا فما يكون يروح فما في البرنامج يوم 25-29 سواء من قطر من الامارات من الكويت من عمان من سعودية نتصور الناد الوحيدة اللي في الخليج اللي اليوم نزال معناتها ما عندياش حتى برنامج وحتى واهد تونسي معناتها من العلقين اللي روح هي البحرين لحقيقة دي نقطة استثمام كبيرة ظروف عامل بش نزيد ونقعدوا لهنا عامل بش نزيد التصعاب لحقيقة فما بعض نخيان لهنا اللي ظروف ومسحيبة برشة وليت معناتها هذيك عليش نحن تقريبا نشهر ونص ونحن قاعدين ما نش نخدمه الكورة ووقفت لهنا كيد كي بشتاخف الكورة حتى لسلالة متاعنا الفلوس وما عادش فما فلوس تقريبا نشهر ونص ونحن قاعدين نحاولوا معناتها سواء مع السلوطات لهنا مع سيد السفير اللي بارك الله فيه هو اللي استقبلنا وحكينا معاه لكن الى حد الان ما فما حتى معلومة اسلام ما فماش حتى معلومة تشوفه خيان كي مخطلقوا ان شاء الله كي تحكيو مع السفير وحكيتو معا شنين كنت اجيبته محمد والله انا مشيت له شخصيا سيسليم الغارياني كي ما قتلت لحقيقة حاسس بتوانسة اللي الوضعية متاعها متعيبة لهنا لكن هو نفسه فما نيستة عاملة انتعة توانسة اللي حبوا يروحوا اللي هما يسجلوا في الصفارة هو عدد كبير معناتها اللي حبوا يروحوا لهنا هو نفسه تقريبا باتصال بي كل مرة نمشي بحثان لكن الى حد الان هو نفسه ما عندوش حتى معلوم هو فما نيستة مزارة الخارجية في تونس لكن الى حد الان ما فماش جواب وما فمها حتى معلومة تصور انت بي كان سفير ما عندوش معلومة ما لحنا كيفاش معناتها تحبنا نخمه وتحبنا نفكره وتحبنا معناتها نكونه لحقيقة ذوره في الصعيبة خاصة من الناحية الذهنية وزيد على هذا معناتها الشر اللي بضيل هذا والناس يكونوا بعادة على عائلاتهم فما لي امه مريضة فما لي مرته ولده تواعنده ثلاثة سابيع ولا اربع سابيع التالي والناس مزالت لليوم عالقه ومزالت مع عنده حتى حل وحتى معلومة كيفاش معناتها تكون بشي معناتها بشي تم الإجلام بتاعنا من هنا بي حالتوش تنسقوا مع الجامعة خاتنا نعفو اللي في السعودية كانت تنسيق بينهم بين الجامعة انتم ما تصلتوش بالجامعة فماش كنت اصل بالجامعة والله يشوف اكيد رو فما موحيد من الوخيان اكيد انا دارح بركة كنت نحتي مع اخوي قيسر جاز اللي هو الاعلاني لان اتقرسني ومش ناتقرسني اللي هي الاعلاني هو لا ازداءت مكتب الاعلان وانتصالة بالضبط عنده معلومات لكل معناته على الوخيانistas البحرين اكيد حتى السواضية انا تصور راو في بالوخاطر فما الوخيان الهنا قاعدين زادة كل واحد من المكان ويتصل لكن تعرف اسلام الهناة الحل والربط زارة الخارجية وزارة النقل وخاصة وزارة الخارجية وزارة الخارجية نتصور اليوم راو عندي معلم بالناس اللي موجودة في البحرين الهنا وكيما قتلك معنا ترى وصدقني دروف تسعيبة وميحس عن الجمرة متع الغربة هادي وفي الظروف هادي كان اللي يعفس عليها وزيد على هذا الانتشار متع المرضى ذا يا أخويا على قل الواحد يكون في بلده وبحث أهله وبحث عائلته أبسط الأشياء هذو مع خاطر تساور ماذا قاعدين نخرجوا لهنيرا وكيما فيتونه 24 ساعة تقريبا واحد في دار ووحده كيما نخيان الكل كل واحد في داره ووحده فما ناس اللي دروفه متسعيبة مش خالطة بش تاخو حتى بش تاكله ولو أنه كيما قلت لك احنا فما سوليداريتي بينا لهنا خاصة لوخيان اللي يخدموا في الريستوران والحجام حجام والي يخدم في القاوة لكن متنجمش السوليداريتي هذي يدوم أكثر من أيام معدودة معنا ساعة تخاطر كل واحد بعضين يعلم به ربي وكل واحد عنده ظروفه واموره إن شاء الله يشوفونا وعلى أقل يغذرونا بعين الإنسانية فما ناس راو ظروفه مسعيبة برشا كيما تتعلم مع الوخيان الكل وإن شاء الله ناس كل تراوح في دول الخليج وفي إفريقيا وفي أوروب وفي أمريكا وفي البلايس الكل راو عندكم جالية في البحرين اللي حسب رأي رأي اليوم منسية بيأتم معنا الكنيسة الجمعيات قصوا ليسالير ولا كيفيش بذبط ولا نقصوا فيه وما أشعر معتش فما قلت لك احنا احنا من نهارة 15 مارس وفي كل شي معنسة في البحرين الكورة وقفت أكيد ليسالير ووقفو معتش فما فلوس معتش اليوم احنا تقريبا عنا شهر ونص كل واحد قاعد يسرق من منجيبو حيح ثمى ظروف مختلفة متاع بعض لوخيان ممكن حتى في الرياضيين فما ناس أبرك شوية فما ناس ظروف مصعبة فما للبرة من الرياضة كما قلت لك كنت سنين لتفهم فما ناس اللي جاءوا لهنا معتها وعلقوا مع عندهم حتى معنتها شغل لنا ولا حاجة أخرى اللي بيش تربطهم لهنا هدوما الكل ولوا ظروف صعيبة لكن اليوم يعني قلت لك اليوم الناس كلوا ولات كيف كيف حتى الرياضيين اليوم شهر ونص ما همش ناس قاعدة تاخه وتخلص حاطر بما أنه دوري وقف ظروفه مولاد سعيدة فما مش لازم نسمي لك فما ناس اسمها كبير برشة في تونس في رياضة أخرى مش في رياضة كورة القدم اسم كبير برشة في الرياضة التونسية احترام اللي نحبش نسمي الاسم اللي مر الظروف تعيبة يعني عندها كان ربي لهنا في البحرية شنو صار احكينا التفاصيل ما غير الاسم تاع شخص ما غير الاسم وخامدة اقولي شنو اللي شنو الظروف شنو صار بس عبت تحس على اقل تفهم على اقل فما عباد لا مرحبه الظروف مادية يخدم في فريقه ظروف مادية مش باعي برشة ثلاثة ولا اربعة شهور قاد ما خذيه وشلي صالير متاح لكني تعرف لنا فما كان صالير ما فما نثري ناثل ما فما حد شي آخر تصور انتي في بلاد غالية برشة من حقيقة غالية برشة البحرين أكيد راو شوف تقعد لنا شر ما تخلصش مهما تكون معناته القيمة متاحك راك باش تتمس معناته مش تولي الامور سعيبة هذاك عليك تشوف نتكلم ونعاود وراود وروف في البحرين متاع الجيلية تونسية متاعنا في البحرين نرايه سعيبة وسعيبة باش ومع هذا اسلام نحب نشكر لحقيقة الفراق خليني نحكي عدونا اللي احنا فيه الفراق اللي نخدمه فيها بارك الله وفهم بارك الله وفهم ويحب لي يشكرهم شوية خاطر ساعة البرشة نازم يجي قولك يعطيونا ديارنا بالرغم اللي الشارج عليهم وما نازم يجي يقولك لكن يقول لك حاولوا باش شوفوا اموركم هاكم تسكنوا وانا معاكم نحنا لكن حاولوا باش شوفوا اموركم في اقرب وقت ممكن باش تروحوا لبلادكم وانشاء الله السلطة متاعنا يسمعونا وهاني قطلكم يحاولوا ياخذوا الناس هادوما بعين الانسانية مش بعين حاجة اخرى هترفهم ما ناس بوروف امرأة وسعيبة برشة واضح شكرا لك محمد لمكاشر المدرب الوطنية السابقة اكيد ان شاء الله نداء متاعك يصل السلطات المعنية من اجل اجلاء ظهر لي العبادة ذوما اللي هما توانسا اكيد موجودين في البحرين وفي دول الخليج من اجل العودة لبلاد ممكن مكان يحكي محمد محبوش كلامة التونسي تتهين حتى في اي بلاسة من الكرة الارضية سوية في البحرين وإلا غيرها موزيكا وبعد راجعين نداء اخر ايضا مراهيري من السعودية رغم ان لي جاءت طيارة من السعودية فما نداء اخر من احمد من دي